أيها الملتقى الجميل هذه أيضاً كلمة ممثل معالي الوزير عبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور فريد الباشا رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة دايةً أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بشخص مديرها العام على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث المتميز وعلى كل الجهود المبدولة لإنجاح هذه الندوة الدولية كما يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء الدولي الهام والذي يتمحور حول موضوع التربية الإعلامية موضوع غاية الأهمية في ظل الأحداث المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر مع اعتباره موضوع الساعة الذي يشغل بلنا جميعا في ظل تطور الهائل الذي تشهده وسائل الإعلام والاتصال حضرات السيدة والسادة الحضور الكريم في عالم يزداد تشابكا وترابطا يصبح الإعلام عنصرا أساسيا في حياتنا اليومية حيث يزداد الاعتماد عليه مع ما نوجهه من كم هائل من المعلومات والأخبار ونرى أن الفرد يتفاعل مع عدد لا حصر له من المعلومات عبر مختلف المنصات الرقمية مما يفرد علينا ضبط كيفية التعامل مع هذه المعلومات وفهمها وتحليلها من هنا تأتي حضرات السيدة والسادة أهمية التربية الإعلامية كأداة أساسية لتمكن الفرد من فهم المحتوى الإعلامي وتحليله بشكل نقدي وتمييز الحقائق من الشائعات والتعامل مع المعلومات بمسؤولية إن التربية الإعلامية ليست مجرد مهارة تقنية بل هي مسؤولية أخلاقية واجتماعية فهي تساهم في بناء مجتمعات أكثر وعياً وإدراكاً وتعزز تقافة الحوار والتواصل البناء فهي عملية تعليمية تهدف إلى تمكين الأفراد من تحليل وفهم المحتوى الإعلامي وتطوير مهارات التفكير النقدي لتقييم المعلومات بشكل فعال حضرات السيدات والسادة إن الرقيب الجامعة في بلداننا إلى مصاف الجامعات الدولية المرموقة راهين بتفعيل وتنزيل رقمنا لمسايرة التطور الذي تعرفه الجامعات العالمية ومواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي على المستوى الدولي وقد انطلقنا في مشروع إصلاح شامل للمنظومة التعليم العالي كانت أحد أبرز عناصر هذا المشروع رقمنة هذه المنظومة إن المملكة المغربية تتوفر على معاهد ومؤسسات متخصصة في الإعلام والاتصال تهدف من خلال تكوناتها المتنوعة من إجازة وماستر ودكتورة إلى إعداد الأطر العليا المختصة في تقنيات الإعلام والتواصل قصد تأهيلها لمزاولة عملها بالمؤسسات الإعلامية والإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص حضرت سيدة والسادة إضافة على ذلك نعمل على التركيز على جانب الأخلاق والذي يتجلى في حماية كما قيل في حماية البيانات الصخصية ومكافحة المعلومات الزائفة وتعزيز المساواة والعدالة إذ يجب أن تستخدم التكنولوجية الرقمية بطريقة تعزز المساواة والعدالة للجميع إن أفاق التربية الإعلامية تبرز في دمج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية وتنظيم برامج وأوراش عمل للتوعية بأهميتها وتطوير محتوى إعلامي هادف يعزز مهارات التفكير النقدي ودعم البحوث والدراسات في مجال التربية الإعلامية ويمكن تلخيص تطلعاتنا بأن يصبح كل فرض قادر على تحليل وفهم المحتوى الإعلامي بشكل نقدي وأن ننشئ جيلاً واعياً يدرك مخاطر الإعلام المضلل وأن نساهم في بناء مجتمع إعلامي مسؤول فالتربية الإعلامية مسؤولية الجميع أفراداً ومؤسسات ونأمل أن نشارك جميعاً في توعية المجتمع بأهميتها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة ولنجعل من الإعلام آدات للخير والتقدم والتنوير لبلادنا الأمين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة